لما نقعد ندور كده على أهم الأسباب اللي بتعمل مشاكل بين الزوجين هنلاقي إنه فيه سبب يعني مهم مش هينفع نتجهله وهو سبب يعني سبب مادي سبب الخناء على الفلوس وعلى المصروف وعلى ضيق الحال وهتلينا لأ ما معاييش فلانا عندها وما تبصيش لحد غير المشاكل المعروفة اللي في كل البيوت اللي في الدنيا وفي كل المستويات لكن أحيانا بتبقى الدنيا واقفة على كده ده أصلي هو ما بيشتغلش أو هو مش طموح أو هو بيشتغل بس فلوسه مش مكفيانة ونفضل نتخانق والحياتة خد ناول عالب يكبر وإحنا نتخانق على الفلوس طيب إحنا عايزين ننحي موضوع الفلوس ده جانبا أو نقول إنه المشاكل المادية تحلت ربنا فتح عليكم رزقكم من واسع وكل الخناقات على الحاجات الصغيرة والمبالغ والمصاري في المدرسة واللبس والكذا كل الحاجات دي خلاص يعني انتهت هل المشاكل هتوقف؟ إحنا لو مشاكلنا كلها مادية وخلاص انتهت لما ربنا بيفتح عليكم هل بتحصل في مشاكل ولا خلاص بقى بنرتاح؟ الحقيقة القسطورة والواقع بتقول إنه مفيش راحة واللي بيحصل إنه بتلاقي ستات كتير بتبعت لنا تشتكي إنه هم كانوا قبل ما ربنا يفتح عليهم كانوا والله مرتحين إنما بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالفلوس وبالنقل من البيت وبكذا تقولك دعتها بتلبيت وحشة ده إحنا ده بقى يبص بره ده بقى يعمل ده بقى ده تكبر علينا ده ما بقاش يقعد في البيت زي زمان ده إحنا كنا قبل كده مرتحين يعني في كل الأحوال مش مرتحين إيه اللي بيحصل بعد ما مشكلة الفلوس بتنتهي؟ هل البيوت بتبقى في أمان؟ ولا الأمان مالوش علاقة بفلوس أو عدم فلوس؟ خلونا نسأل مروة الصعيدي أهلا بك يا مروة تكلميني هل الأمان الزوجي هو أمان مادي ولا أمان له علاقة أخرى بأي حاجة تانية غير المادة؟ الأمان في العلاقات الزوجية أمان معنوي إنه يبقى عندك أمان معنوي أنت مأمنة وحاسة بأمان مع البني آدم ده أنت مش مخوناة أنت مش خايفة منه أنت مش ألقانة منه مع الزمن يعني الأمان المعنوي مع شريك حياتك بيخليك حتى مش ألقانة من الزمن ولا ألقانة من اللي جاي طيب لو أنا عندي أمان مادي تمام؟ وهتلاقي الست مثلا الستات تقولك إيه لأ يكتب لي مثلا يجيب لي دهب يكتب لي فلوس يكتب لي بيت عارفة تقولك كده ليه لأن هي ألقانة منه هي مش مأمناله فمعظم الستات تقولك إيه لأ أنا مش ضمنها فيكتب لي البيت يكتب لي العربية يكتب لي فلوس ويعمل اللي هو عايزه إمتى الزوجة بتقول كده لما بتفقد إحساسها بالأمان مع الراجل اللي هي متجاوزها بيبقى بالنسبة لها ساعتها الأمان أمان مادي عشان لو فكر يتجاوز علي عشان لو فكر يعمل حاجة أبقى أنا مأمنة نفسي لكن الست اللي حاسة بأمان مع جوزها بتفضل تعافر معاه طول العمر في أي مشكلة تواجههم حتى لو مشكلة مادية